انا بنتهز فرصة هذه الزيارة المهمة يمكن احنا النهاردة تفقدنا عدد كبير من المشروعات والعنوان النهاردة هو يعني زيادة واطلاق طاقات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد المصري يعني الحقيقة احنا بدأنا الجولة بتلت مشروعات كبيرة في قطاع الصناعي زي ما حرقكم شفتوا مشروعين منهم في قطاع الصناعات الغذائية والمشروع الثالث والحقيقة مشروع رائد ويمكن حضركم شفتوه هو مشروع خاص بصناعة السيارات وعلى الاخص يعني الحقيقة الواحد كان سعيد جدا بهذا المشروع شباب مصري صغير يفرح قدروا انه هم يعملوا فكرة جديدة تماما وهي فكرة تحويل العربيات التقليدية لعربيات كهرباء وده مشروع جميل جدا لانه بيكلموا على نقل تحويل العربيات المايكروبصات والعربيات النقل انها ازاي انها تتقلب لكهرباء وعندهم الحقيقة فكر يعني على اعلى مستوى واحنا يمكن كان كلامي معاهم ان الدولة مستعدة انها تدعبهم بكل سبل الممكنة عشان يتوسعوا ويجبروا بان هم بيكلموا بالطاقة اللي موجودة دلوقتي على خمس تلاف عربية في السنة انه تقول من عايزة اوصل لمية الف عربية في السنة على الاقل انكم تعملوا هذا المشروع واحنا كل امكانيات الدولة تسخر ليكم قطاعات الحقيقة الصداعات الغذائية كلها طبعا بتغطي السوق المحلي وكمان بتصدر وكل كلامي معاهم ان احنا عايزين توسع في عملية التصدير والدولة يعني على اتم استعداد انها تمكن القطاع الخاص وتطلق له كل الطاقات الممكنة علشان فعلا يعني يبقى دوره في المرحلة الجاية ان هو يتوسع بصورة كبيرة جدا في مساهماته في الاقتصاد المصري